السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته هناك بعض الخطباء فضيلة الشيخ يدخلون إلى المسجد يوم الجمعة مثلا إذا كان الظهر يؤذن على الحادي عشر مثلا وخمسين وخمسين دقيقة يدخلون مثلا دقيقة الأربعين حادي عشر دقيقة الأربعين فمن الحكم حينئذ سواء صلوا سكانت الخطبة ربع ساعة أو عشر دقائق أو أكثر يعني يدخل المسجد ويجلسون لا يبدأ بالخطبة يعني أنه يخطب قبل دخل الوقت هذه المسألة يعني الشروع الخطبة والصلاة عام الجمعة قبل الزوار فيها خلاف بين العلماء منهما قال أنه لا يجوز حتى تزول الشمس ومنهما قال إنها تجوز والصحيح أنها تجوز قبل الزوال بساعة ومساعة أو ما قارب ذلك ولكن الأفضل بعد الزوال لأفضل بعد الزوال حتى عند القائلين بأنهم يجوزا تتقدم لساعة من ناحية وذلك لأن المؤذن إذا أذن وسنعه من في البيوت فإنهم ربما يتعجلون فيصلون للظهر فيصل بذلك غرق للناس ثم إن زوال الشمس في الاتفاق شرط لإيقاع صلاة الجمعة على وجه الأفضلية لكن إن العلم من أجاز التقديم على الزوال وأنهم من لم يتزل لكنهم متفقون على أن تأخيرها حتى تجوز الشمس أفضل مع ذلك لو صلى قبل الله على غير الذي يقول في جوازها قبل الزوال لو صلى قبل الزوال فلا بأس لكن لزيمن قريب شكرا لك شكرا لك شكرا لك